وهي عتق رقبة فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع في إطعامه ستين مسكين أما في الصوم الواجب والصوم المسنون فيختلف عن صيام رمضان في الصوم الواجب مثل قضاء رمضان ومثل الصيام الكفارة وصيام النذر هذا محرم الجمع فيه ويبطل الصوم فمن جامع في قضاء رمضان أو جامع في صوم النذر أو جامع في صوم الكفارة بطل الصيام وعليه التوبة إلى الله عز وجل لكن ليس عليه كفارة بارك الله فيك ما تترتب عليه الكفارة التي تكون في رمضان أما في صوم النفل فإذا صام الإنسان مثلا الثنين أو الخميس أو الأيام البيض أو ستة من شوال وحصل جماع هذا ليس محرما ليس محرما لكنه أفطر لأن الجمع أحد المفطرات الثلاث الأكل والشرب والجمع فإذا كان حصل جماع في نهار يوم الاثنين أو يوم الخميس أو الأيام البيض أو ستة من شوال مثلا بطل الصوم يقضي إذا أحب يقضي السنة لا حرج أما قضاء رمضان فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم من أهل العلم قال يقضي يومين والصواب أنه يقضي يوم واحد الذي أفطر فيه فقط ما يعني ما يصوم يومين وإنما يقضي يوم واحد فقط وكذلك في النذر وكذلك في الكفارة طبعا النذر يختلف باختلاف النذر فإذا قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام متتابعات وحصل فيه الجماع عليه التوبة والاستغفار ويستأنف من جديد يعني يجيب أيام ثلاثة أو قال لله علي صوم شهر كامل وأفطر يوم خمسة عشر بالجماع فإنه يستأنف يعني يأتي بالصيام من جديد مع التوبة والاستغفار لكن ليس عليه كفار أما إذا كان الصوم صوم النذر مفرقا قال لله علي صوم عشرة أيام مثلا ولم يقل متتابعات فلا يلزم الاستئناف من جديد